اشتركوا في القناة في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر بحضور الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبداللهاء الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة قالت الوزير الصالح ان المؤتمر الخليجي المشترك الثالث للسرطان يشكل تجمعا بارزا على اعلى المستوى الوطني والخليجي ويسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان ويأتي لدعم قدرات النظم الصحية الخليجية للوقاية والاكتشاف المبكر للمرض ورعاية البحوث واضافت الوزيرة ان الوقاية والتصدي لسرطان يتأتى عبر التوعية المرتكزة على الادلة والبراهين والحقائق العلمية القادرة على تأثير الايجابي والفعال في وعي الجمهور من اجل خفض معدلات الاصابة بالسرطان وتخفيف الاعباء المترتبة عليها والوفيات الناتجة عنه اضافة الى وضع خطط فاعلة في المؤسسات الصحية الخليجية استجابة لهذه المؤشرات وترجمة لتلك التحديات الى الاستثمار في البرامج الصحية الوقائية وبرامج الكشف المبكر والرعاية الصحية المتكاملة بمختلف مراحلها الاولية والثانوية والمتقدمة تماشيا مع المبادرات الخليجية التي تدعم تنفيذ الاهداف الرئيسة للاستراتيجية الخليجية لمكافحة السرطان 2016-2025 من جانبها قدمت سمو الاميرة دينا مرعد رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان عرضا عن جهود الاتحاد في نشر الوعي بمرض السرطان الاطفال في المنطقة والعالم وقد أقيم على هامش المؤتمر معرض قدمت خلاله شركات محلية وإقليمية عددا من التجهيزات الطبية والأدوية ذات الصلة بمرض سرطان الاطفال حقيقة المحرض الاهرين عنده طبعا مركز سرطان له تعاون مع الموضوعها كله لكن القضية والتعاون الدولي والتعاون الأقليمي عشان نوصل إلى مستويات من العلاج والوقاية مؤثر أكثر بالنسبة لهذا المؤتمر زي ما شفته هو ضم كل الأطبة نخبة الأطبة من العالم العربي وأيضا من العالم من العالم وهذا إشي كتير مهم زي ما بتعرفي في عالم الصحة لازم نتشارك الخبرات وكلياتنا نكون يد واحدة عشان نقدر نعطي أفضل فرصة للحياة لمرض السرطان أول شيء المؤتمر ينقسم إلى قسمين المؤتمر عام يتكلم عن السرطان وتشخيصه وعلاجه بأحدث ما توصل له العلم فالليح نسميه الكارنت مانجمينت والشق الثاني اللي هو علاقة جراحة التجميل جراحة والتقويم